اشتركوا في القناة ابدأ حكايتنا طبعا هنبدأ كده برواية الانتقام عدالة قاسية ولو بعد حين الفصل 726 الموت الذي ستجلبه على نفسك وقال يسري بغضب كان مسيرا للغاية عندما قام فارس بالمغادرة لدرجة انه كاد ان يتقيق دما وكان وجهه احمر بالكامل هذا الاحماق ليس سوا عوق لما اهتم حتى بعد ان تعرضنا للضرب وتركنا للتو ما هذه سيارة الاسعاف سيارة اسعاف الى الجحيم معها كما لو اننا لا نستطيع استدعاء سيارة اسعاف بانفسنا رقد نجيب ليساعدهم على النهود ويجلسهم على الكراسي صغر راغت ببرود بينما كان يجلس على الكرسي وكان منزعجا امش حفيد الابن ليس جيدا مثل حفيد الابن كان من الواضح انه منزعج من فارس لتركهم هنا دون التفكير بسبب برودة فارس تجاهم قال يسري راغب هذا امر بديهي على رغم ان فارس غير اسمه عائلته الى يامن الا انه لن يدفن في نفس مقابر اسلافنا واضاف وقدر اشخاص الذين يحملون اسم العائلة يعتبرون عائلة حقيقية تابع يسري ببرود ايضا راغب فارس امر غير معقول لم يقم بالمساعدة على الفور عرغم انه فنان عسكري خارج لابد انه كان قد فعل ذلك عمدا ليضحك علينا هذا الحيوان يحمل نواية سيئة الحصن الحظ فارس هو زوجة عيش بدون اي انجاز اذا نجح وقد يعاملنا كخونا عرغم ان فارس قام بمساعدتهم اليوم الا ان يسري لم يكن شاكرا اطلاقا وبدلا من ذلك زادت قرهيته واستياء اتجاهه شعرا يجيب على الفور بالسعادة وهيستمع الى كلام والده نعم ماذا لو كان فارس مناضلا عظيما لم يكن ان يغير حقيقة انه زوج حي لو قد عاشوا فيها العصر الحديث فما الفائدة من ان تكون مقاتلا جيدا هي احسن الاحوال يمكن لفارس ان يكون حارسا شخصيا اهم شيء في المجتمع هو السلطة والمكان والصروة وبما ان فارس لم يكن يملك اي من ذلك فانه لا يزال بلا فائدة بغض النظر عن مهاراته وسرعان ما اختفى شعور الخوف فائل لده نجيب من فارس قال انا جيب مبتسما ابي في حالة حرجة من الوضع ان فارس تركهم لاحدهم ليلكنهم درسا اراد منهم ان يتذكروا هذه الحادثة ان يعاملوا والدته بطريقة افضل خرج صوته فجأة بينما كان فارس يتجول فيها الحديقة مع لم ياء السيد شداد عبس فارس عندما رأى رجلا عجوزا به العديد من الجروح وقد حدث ذلك بشكل مسير للدهشة والتبعة اصيبت لم ياء بالصدمة رفع فارس حاجبيه ورأى فارس الرجل العجوز من قبل لم يكن سواءهم الذي تعرض للضربة المبرحة لها يد مفيد في مطعم المأكولات الشاهية في وقت سابق وبما ان اهم كان يمارس الفنون القتالية وقد كان يتمتع بصحة جيدة جدا على الرغم ان تعرضه لجروح متعددة بالسيف الا انه استمر فيه مطاردتهم قال اهم عندما التفت فارس وفجأة حول وجه اهم الشاحب الى ابتسامة يبدو انني كنت محقا انت السيد شداد الذي قلب الطاولة وقتل بهير فيك بحيرة فكتوريا وتولى منصب زعيم عاصمة عمرت واخيرا اكد اهم هوية فارس وفجأة هبت رياح باردة ورفرفت عيون الرجل العجوز وهيقول سيدي انتبه ظهر باريك سريع خلف فارس عندما صرخ اهم بصدمة ثم سقط سيف حاجز و باريك خطير بسرعة نحو رأس فارس وغرك السيف في جسده ضفق من الدم اطلقت في الهواء كانت الارض مغمورة بالدم الكرمزي ثم درب السيف الارض وسقط مفيد الذي تمزق جسده على الارض كان هناك سيف طويل يخرج من حلقه قال فارس كيف يجرؤ خاسر مثلك على محاولة قتلي انه حلم بعيد للغاية ثم استدار وقف امام لمياء ونظر الى مفيد كان مفيد في حالة غضب بسبب القصارى وكان يأمل في شن هجوم مفاجئ على فارس لكن فارس كان قد ادرك وجوده بالفعل كيف يمكن ان ينجح مفيد وضرب فارس السيف بيده عندما سقط عليه سيف مفيد الاول قبل ان يدفع السيف الى حلق مفيد ضحك فارس بلطف كانت كلمات انهابع من الاستياء يمكنني انه سامحك اذا لم يكن لديك خيار ولكنك جلبت ذلك على نفسك لذلك عليك ان تموت انت لم تقتلني وجها لوجه ولاخترت ان تشن هجوما مبارتا ليس لديك ادنى شخصية فنون قتالية بداخلك لم يكن اتوقع ان يقبل فنان قتالي ياباني متميز شخص مثلك كتلميز فكيف يقول مفيد كلمة واحدة والسيف في حلقه فتح شفتيه بعد ان اتهى فارس من كلامه لكن كل ما خرج كانت دم ثم سقط بصوت عالي على الارض فارس يزبع التلميز الاعلى لحاكم السيف مفيد بالقرب من اسوار مدينة الروابي لقد صدمائهم بعد مرور بعض الوقت تنهد اخيرا واشهد بفارس قائلا انت شاب موهوبا جدا لقد تأثرت كثيرا بالطريقة التي قتلت بها بهير في بحيرة فكتوريا في وقت سابق الآن بعد ان شاهدت قدرتك مرة اخرى انا معجب اكثر اتمنى ان تشرفني لقد اشتريت لك العشاء لاشكرك على انقاص حياتي قطع فارس قبل ان يتمكن اهم من انهاء كلامه ثم ضحك ببرود ورفضه اعتذر ليس كافي حتى تناول العشاء مع ديانا نهيك عن معلمها عاول اهم اقناعه السيد شداد يرجع عادة النظر انه اجاد فيه شراء العشاء لك لكن فارس تجاهله نظر ان لديك طالبة مثل ديانا وهي متكبرة للغاية فمن المحتمل ان يكون سلوكك موضع شك انا لا اتعامل مع الاشخاص الظالمون فارح له ولكن اذا كنت تريد ان تشكرني فيمكنك مساعدتي في الاهتمام بكسة هذا الشخص وكان فارس قد غادر بالفعل نظر اهم البعيد بخيبة امل يعني هناك اشياء كثيرة يريد قولها لكن كل ذلك تحول الى تنهيدة واحدة تنهد كيف يمكن لديانا الحمقى ان تسيء الى السيد شداد والان قد تبخرت مخططاتي يطبع الفصل سبعمائة سبع عشرين نوايا ميادة طيبة طبعا يا سطير انا حاولو برضو ايه اضغطوا لايقات يا جماعة عشان تساعدوني بس في انتشار الفيديو عشان نجيب مشاهدة كتير تمام ويلا بما نكمل عادة فارس ولم ياء الى منزل يامن في بلدة يافا في نفس الليلة لكن راغب والاخرين كانوا في المستشفى وقد اصيب جد فارس بصدمة كبيرة عندما علم بالامر ماذا هل تعرضت للضرب انت واخوك الاكبر حتى ديانا في المستشفى ماذا فعلتم ايها الاوغاد الصغار كان فارس هناك ايضا لكن لماذا كان هو الوحيد الذي عاد سالما لماذا انتهى الامر ببقية الاوغاد للضرب لابد انك تسببت في مشاكل كان سيد العجوز يامن غاضبا جدا حاول وجهه الى اللون الازرق لانه القى اللوم فورا على يسري على الهاتف ثم طلب سيارة وتوجهه الى المدينة في منتصف الليلة لزيارة ابناء واحفاده في المستشفى لان السيد العجوز يامن قد غاضر حقا عندما علمت ميادة بذلك سألت ميادة بقلق قليل ولم يكن امامها الا ان تسأل فارس الذي كان في المنزل فارس ماذا حدث سمعت شيئا عن عمك لما يكن فارس قلقا على الاطلاق وقال ببطء امي لا يتقلقي لا توجد مشكلة كبيرة اقد اصيبه بصدمة بسيطة وبما ان عامة الناس يعيشون حياة سهلة للغاية فان هذا الرقود مفيد لهم لذا توقفي عن القلق تناولي بعض الفاكهة قطع فارس طبق الفاكهة ووضعوا امام والدته وهو يتحدث تيم اعطى هذه الفاكهة لفارس اليوم وبعد ان تركها هنا رحل دون ان يمنح فارس فرصة لرفضها حتى ما يادة لم تكن قد رأت فاكهة مثل هذه من قبل لذلك لم يكن بواسعى الا ان تشعر بالفضول فارس ما هذه الفاكهة تبدو غريبة كانت تبدو مستديرة كالبطيخ وكان لها نمط متساوي بشكل خاص على سطحها وصاق على شكل حرف تي من بعيد كانت جميلة بشكل لا يمكن تفسيره وممتع للغاية من الناحية الجمالية ابتسم فارس وقال وانا ايضا لا اعرف صديقي اعطاها لي تبدو جيدة لكني اتساءل عن مذاكهة قالت لم يقب دهشة رائع طعمها رائع يا فارس تعال بسرعة واحصل على بعض منها لم تستطع مقام التناول قطع بينما كان فارس ووالدته يتحدثان لقد حاولت ميادة ايضا تناول قطع ثم ابتسمت وقامت برأسها يا فارس انها على حق طعم هذه الفاكهة جيد كما يبدو انها تزوب في فمي وطعمها رائع لكنني لكن انا لا نستطيع انهاء كل شيء بمفردنا ساحتفظ بنصف الطبق لأبي ويمكنكم ان تكملها الباقي بعد تناول قطع اخرى لم تعد ميادة قادرة على تناول المزيد من الطعام تركت نصف الطبق لفارس ولم ياء واحتفظت بالنصف الاخر لوالدها هز فارس رأسه اتسم قائلا يا امي كلي ما شئتي لقد اعطاني صديقي بعضا منها واشار الى الصناديق الموجودة عند الباب التي تحتوي على نفس الفاكهة كانت ميادة سعيدة اردت ان تعطي بعضا منها لأعمام فارس وكررت ان تمنح كل واحدا منهم واحدة فارس ابناء عمومتك في المستشفى لذا يجب ان نزورهم لنذهب غدا لم يكن فارس يرغب فيها الذهاب ولكن والدته كانت شديدة الاسرار اجاب فارس بحزن وهو يوم برأسه قبل ان يعود الى غرفته حسنا سأذهب معك غدا نظرت ميادة الى فارس من الخلف وهي وغادر ثم تنهدت وتمتمت لنفسها فارس اعلم ان لديك مشكلة مع اعمامك ولكن اذا كان لديك اي مشاكل في المستقبل فان والدك لن يساعدك الاشخاص الوحيدون الذين سيدعمونك هم اعمامك وعماتك اأمل ان تتمكن من فهم نوايا الطيبة عرام انها كانت متزوجة الا ان ميادة استمرت في العيش في منزل يامن لذلك تعرضت للكسير من الاستياء بسبب ذلك ولكن من اجل ابنها تمكنت ميادة من ابتلاع اي نوع من الظلم تماما كما قال السيدة العجوز يامن اذا وجه فارس مصيرا مأسويا فان الاشخاص الوحيدين الذين يمكنهم المساعدة هم اخوتهم هم اخوتها لذا بزلت ميادة قصار جهدها للحفاظ على علاقتها مع اخوتها عن رغم من سوء معاملتهم لفارس كانت تأمل في كذب اخوتها بتواضعها الوقام يولد الرخاء لكن هل فارس لم يكن يعلم ذلك مسبقا بالطبع كان يعلم كان فارس يعلم ان والدته تفعل كل شيء من اجله وقف فارس في غرفته واضعا يديه خلف ظهره شاهد والدته تمشي بمفردها في الظلام بنظر عميقة في عينيه هي العميقتين لكن يا امي ليس لديك اي فكرة ان ابنك مشهور في مقاطعة المقطة ولم يعد بحاجة الى اي مساعدة بعد الان قريبا سوف تعرفين في اليوم الاول من العام الجديد سترين المراتب العظيمة التي يصل اليها ابنك الان عندما يأتي الناس من القريب البعيد لزيارتنا بعد كل هذا كان فارس يدرك تماما ان الناس احيانا لا يؤمنون الا بما يرونه بعينهم في اليوم التالي زار فارس والدته راغب والاخرين في المستشفى واحضر معهم الفاكهة والحليب راغب نحن هنا لزيارتك هل انت بخير لماذا اصبت دخل الخرفة وكان العديد من الزوار في الداخل كان راغب نائب رئيس مقاطعة البستان وكان الكثير من الناس يشكون اليهين سخر راغب ببرود وقام بتجاهل فارس ووالدته بعد دخولهما غرفة المستشفى شعرت ميدة فورا بالحرك بعد الشيء لكنها ابقت ابتسامتها على وجهها وقالت يا فارس اسروا قاعد بعض الفاكهة لأعمامك سخر راغب لا بأس الفكالة يجلبها فارس جيدة جدا بالنسبة لي كان راغب لا يزال متمسكا بحجده بحجده منذ اليوم السابق ومع ذلك لم يكن راغب يعرف حتى انه كان مفيدا وتعرضت عائلتهم بكاء بأكملها للضرب بلا سبب لذلك سكب راغب كل غضبه على فارس نظرا لوجود العديد من الزوار في الغرفة اكتفى راغب بتجاهل فارس ووالده ولم يعبر عن استياءه بصوت عالي وحتى حينها كان فارس يشعر بمدى غضب عمه الأكبر ولم يكن فارس منزعجا لأن عمامه دائما لا يحبونه لذلك اعتاد على هذا علاوة على ذلك فقد تعرضوا للضرب بسببه إلى حد ما لذلك كان من حقهم أن يغضبوا من فارس وبعد المقوس لمدة غادر فارس ووالدته مع توافد الزوار ثم ذهبوا إلى الغرفة التي كانت تقيم فيها ديانة لزيارتها قال فارس قبل أن يستدير المغادرة أمي اذهبي لوحدك سأنتظرك عند مدخل المستشفى تنحدت ميادة في يأس ثم دخلت غرفة المستشفى حيث كانت تقيم ديانة يضع الفصل 728 جاهل كان الجو أكثر هدوءا في جناح ديانة مقارنة بجناح راغب وكانت نتاهية وحدها التي ترافقها كانت ديانة هي الضحية الأكثر إصابة في حلقة الأمس وكانت تعاني من الجروح في كل مكان من جسدها وكسر مفيد زراعها اليمنى ولكن بالمقارنة مع هذه الجروح الجسدية عانت ديانة من أضرار نفسية أكبر يبدو أن كل تلك السنوات من الكبرياء قد تحطمت تماما بالأمس بعد الحفاظ على موقف متكبر طوال هذه السنوات كشفت ديانة أخيرا عن جانبها الأكثر إصارة للشفقة لعائلتها منذ دخول ديانة إلى المستشفى لم تتحدث وكأنها معنوياتها منخفضة في اللحظة التي أغمضت فيها عينيها تمكنت من رؤية الأحداث التي وقعت في مطعم المأكولات الشهية بالأمس لم تعرف ديانة السبب ولكن منذ الأمس ظل منظر ظهر فارس النحيل يلوح في ذهنها كان هناك شعور بالصراع يحوم في قلب ديانة شعرت ندا بالسوب مجرد مشاهدة ابنتها صارت ندا لتمسح شعر ابنتها وقالت بلطف ديانة بعد كل هذه السنوات حان الوقت الاعتذار لفارس كل هذه السنوات كنت أنت ووالدك تؤسيان فارس لكن فارس تجاهل الأشياء التي فعلتيها به وإنقذكما يجب أن تشكرين فارس وتعتذرين عن تصرفاتك التفولية خلال ذلك قد يكون فارس فقورا لكنه رجل عاقل دخلت ميادة من الباب قالت ندا بسرعة هي تبتسم بأدب ميادة ما الذي أتى بك إلى هنا أشعر بالسوء لأنك اضطررت إلى قطع كل هذا الطريق بسبب ديانة أجابت ميادة لا تقلقي ديانة هي ابنت أخي لذا يجب أن أأتي لزيارتها لأن هذا شيئا سيئا قد أصابها سألت ميادة ديانة هل ما زلت تؤلمك لم تقل ديانة أي شيء لذلك حستها ندا بسرعة قائلة ديانة عمتك ميادة تحدث معك ثم استضارت ديانة وقالت بوجهها أحمر قليلا عمتي ميادة أنا بخير وكنت سممت ميادة على الفور لم تعطى تذكر متى اتصلت ديانة بعمتها آخر مرة بعد مدة غادرت ميادة الغرفة تنهدت ندا وهي تراكب ميادة تغادر من الخلف بما أن ميادة جاءت من مفردها كان من الواضح أن فارس ما زال مستاء من ابنتها قال راغب بعد مغادرة آخر الزوار آه أخيرا بعد السلام والهدوء ثم تنهد بارتياح قال يسري وهو يضحك ويستلقي على سرير المريض المجاور ها 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 لديك الكثير من الأصدقاء في اللحظة التي تعرضت فيها للأزاب جاء كل هؤلاء الأشخاص المهمين لزيارتك أعتقد أنك تلقيت الكثير من سناديك الجنسينج وعشت تيور ليس كذلك سخرغب وأجاب بلا مبالاة أي أصدقاء هؤلاء الناس جاءوا ليس للقلق ولكن لأن لدي القوة إذا كنت لا شيء فمن سيهتم ولتلك الجنسينج وعشت تيور تبدو جيدة فقط لكنها أرخص الأنواع إذا كنت تريد سأطلب منها أن ترسل لك بعض السناديك لكن نظرة متعجرفة رافقت كلماته غير المبالية قال يسري راغب توقف عن كونك متعجرفا حتى لو أعطوك أرخص الأشياء فهي لتزال أفضل من الهراء الذي قدمه لنا فارس ليس كذلك لقد تسبب لنا بأزا شديد لكن كل ما أحضره بعض الفاكهة الغبية عندما جاء للاعتظار نجيب تخلص من هذا الكرف الذي أعطانا إياه فارس اتفق نجيب مع والده وأخرج الهدايا التي قدمها فارس إلى راغب أيضا أراد رميها في سلة المهملات خارج الغرفة ولكن في اللحظة التي خرج فيها نجيب من الغرفة استدم فارس الذي كان يقف عند الباب وكان فارس ينتظر والدته قال نجيب يا إله يا فارس ألم تغادر بعد لا تخبرني أنك تنتظر للاعتزار لأبي والعم راغب هذا يكفي توقف عن النفوق خذ هراءك وإرحل ثم رمى الفاكهة على فارس دون انتظار الرد سخرة نجيب قبل أن يعود إلى الغرفة كيف ممكنك أن تكون وكحا جدا لتقديم مثل هذه الهدايا الرخيصة إنه لأمر مؤسف استراح راغب الآخرون في المستشفى لبضعة أيام أخرى قبل العودة إلى المنزل للتعافي ستكون عطلة رأس السنة الجديدة في غدون أيام قليلة من المؤكد أنهم لا يردون قضاءها في المستشفى بعد أن وصلوا إلى المنزل جاء العديد من جيرانهم لزيارتهم لاحظ أحدهم موجود بعض الفواكه الموضوع بشكل عشوائي على الطاولة وصرخ على الفور في حالة صدمة سأل الرجل في دهشة يا إلهي راغب من أين اشتريت هذا البطيخ كان الراغب مرتبكا فيها البداية ثم نظر إلى الفاكهة التي كانت يتحدث عنها صديق وأجاب ابتسامه أنه مجرد بطيخة بي لابد أن ابنك أخي عديم الفائدة قد أعطاها لجده لقد أعطاني واحدة أيضا لكنها احتلت مساحة كبيرة جدا لذا طلبت من نجيب أن يرميها بعيدا أنها مجرد فاكهة رخيصة ولا شيء مزهل ما الذي يصير الدهشة يا سليمان سأله سليمان هو يحدك ويهز رأسه ماذا أنت أيضا طلقيت واحدة ولكنك رميتها راغب هل أنت غبي هل تعرف ما هي تلك الفاكهة يطلق عليه البطيخة الملكية إنه مستورد من الخارج وغير متوفر على الإطلاق في أرض نار العزمة وحتى في الخارج استخدم هذا البطيخ كهداية باهزة السمن فلا يأكلها أحد لنفسه حتى أسوأها تساوي بضعة آلاف هذا هنا مستدير تماما وله نمط سابت وصاق على شكل حرفتي هذا البطيخة الملكية يزوء الجودة العالية ربما تبلغ كيمتها عشرات الآلاف في المزاد هذه جنوز نادرة لا يمكن أن يرميها إلا شخص جاهل مثلك مثل الكمامة حز سليمان رأسه تنهد دون توقف وقد شعر أن صديقه كان أحمقا للغاية لقد صدم راغب ويسري سأل راغب بصوته مرتجف وعينان واسعتان ماذا قلت للتو أن هذا البطيخ يساوي عشرات الآلاف سأل سليمان بلا غيا إذن لم يكن كذلك لقد عملت في صنوعة الفاكهة طوال حياتي هل تعتقد أنني سأرتكب خطأا مبتدئا أصبح راغب ويسري عاجزين عن الكلام على الفور لقد نظروا إلى بعضهم البعض وكانوا مزهولين وغير مرتاحين تماما صدم راغب عندما سمع أنه كيمة الفاكهة تبلغ عشرات الآلاف يا إلهي أوه أنت أحمق ماذا تنتظر اسرع وإعصر عليها لقد أراد أن يرقل أخاها الغبي هذا حتى الموت عندما تذكر ما حدث في ذلك اليوم أجاب يسري بغضب راغب لماذا ترفع صوتك عليه نعم أنا أوبخك أليس جزالك إذا كنت لا تريد أن تأكله كان بإمكانك جعل ابنك يرميه بعيدا لماذا رميت حصتي أيضا يطبع الفصل سبعمائة سعشرين الندم بعد أن انتهى راغب ويسري من الجدال التسلوب نجيب صح راغب بغضب في اللحظة التي رأى فيها ابن أخيه أين رميت البطيخ بالأمس اسرع واسترجعه كان نجيب هو من حرد راغب على مطاردة سيارة تيمة الرياضية مما أدى إلى استضامها من الخلف والآن هو من رمى البطيخ البطيخ التي تبلغ كيمتها عشرات الآلاف من الدولارات وبطبيعة الحال كان راغب غاضبا سأل نجيب وقد كان مرتبكا بعض الشيء لأنه دخل ليلته البطيخ أي بطيخ أوضح راغب هو يسر على أسنانه أنا أتحدث عن البطيختين اللتين قدمهما لنا فارس في المستشفى في ذلك اليوم أجاب نجيب أوه تلك البطيخ قد مرت بضعة أيام لذا لا أستطيع أن أتذكر أين رميتهم صفع راغب رأسه وصرخ خنزير أحمق كيف يمكنك أن تنسى فكر جيدا الآن استمر الراغب في حس نجيب في هذه اللحظة قاد فارس نورس القادي وعائلته نظرا لأنهم كانوا جيرانا وقد جاءوا للزيارة عندما علموا أن راغب الآخرين قد نقلوا إلى المستشفى تذكر نجيب فجأة عندما رأى فارس العم راغب تذكر الآن لقد أعطيت تلك البطيخ لقبيل فارس سأل الراغب هو يحدك على الفور ماذا صرخ يسري أيضا في مفاجأة هل أعتدته إليه ولكن بعد الصدمة القصيرة شعر الراغب يسري بالارتياح بسرعة لا تزال هناك فرصة لاستعادة البطيخ إذا كان في أيدي فارس إذا ألقيت في السلة فقد كل الأمل نظر يسري إلى فارس وابتسم بنفاق وقال يا فارس أين البطيخ الذي قدمته قدمتموه لنا في المستشفى طلبنا من نجيب أن يطلب منك مساعدتنا في إعادتهم إلى المنزل والآن بعد أن أصبحنا في المنزل لماذا لا تحضرهم لنا لنستمتع به سأل نجيب بدهشة دون أن ننتظر الرد فارس أبي هل أنت مرتبك أو شيء من هذا ألم تطلب مني أن أرمي تلك البطيخات الغبية عندما أعطاها لك فارس متى طلبت منه المساعدة في إعادتهم إلى المنزل كاد يسري أن يفقد وعيه من الغضب وصفها نجيب بظهر يده سأل نجيب بغضب في لحظة أبي ماذا تفعل قال يسري ويرتجف من الغضب ماذا أفعل أنا أعلمك درسا أن أحاول التحدث هنا لذا توقف عن التدخل إذا صروا على أن يساعدهم فارس في إعادتهم إلى المنزل فقد يعيد فارس البطيخ سليما وحتى لو لم يفعل فأنا فارس يزل مزنبا لكن مداخلات نجيب لم تؤكد لها أنهم تخلصوا بغباء من البطيخ السمين والآن حتى لو لم يردها فارس فهو بريء صرح راغب بغضب بينما استمر فيه ضرب جبهته وتساءل باستمرار عن سبب غباء ابن أخيه غبي هز فارس رأسه وضحك وكأنه يشاهدهم وهم يسخرون من أنفسهم أنت لم تحب الفاكهة التي أعطيتك إياها الآن هل أنت نادم على ذلك؟ لا تقلك ومن الحق أن أظهر البر الأعمامي وما أنك وتريد ذلك سأعطيك بعضا منه سأل يسري بسعاد حقا أضعت عيون راغب على الفور أيضا بصراحة لقد أرادوا حقا تجربة هذه الفاكهة التي كانت تساوي وزنها زهبا لكن منذ متى كان فارس يعملهم بهذه الطريقة أو ما فارس برأس وأجاب بالطبع أعني ذلك لكنك تأخرت خطوة واحدة وقد أكلنا بالفعل إحدى البطيختين وأعطينا الأخرى لعائلة القادي ماذا؟ صرخ يسري بغضب وقد اختفت روحه العائلية تماما إنها تبلغ عشرات الآلاف كيف يمكن أن تعطيها لشخص آخر؟ طفل خذها منهم قال فارس العم يسري إذا كنت تريد ذلك يمكنك العثور عليه في مرحاض القادي أعتقد إنه قد أخرجها بالفعل كاد نورس القادي وعائلته أن ينفجرون بالضحك لكنهم أصروا على أسنانهم وامتنعوا قال يسري بغضب شديد أنت في النهاية ضحك ويسري أيضا قال يسري وهي تظاهر بالكرامة لإنقاذ نفسه من الحرق إنها مجرد بطيخة غابية لذلك لا يهمنا نحن نسأل فقط لأنك كنت لطيفا لإرسالها ما قد أقلنا جميع أنواع على طعمة لذيذة؟ لماذا نهتم ببعض الفاكهة؟ أليس كذلك يا رغب عم أفارس برأسه وقال صديقت قال يسري كنا نسأل فقط عن ذلك لأننا لا نريد أن نضيع جهدكم هذا كل شيء أما بالنسبة البطيخ فقد أرسل لنا صديقنا مؤخرا صندوقا من الخارج لذا فقد مللنا من تناوله بالفعل ابتسم الفارس بشكل أكبر وتابع حقا في هذه الحالة بما أنك أمللت منها سأحصل على آخر بطيخة لمشاركتها مع جدي بدلا من إعطاءها لك أمل فارس ولم ياء آخر بطيخة وغادر أثناء الحديث كانت عيون راغب ويسري مليئة بالحزن شعروا كما لو أن كلوبهم كانت تنزف كانت تنزف لكن ماذا بيدهم أن يفعلوا؟ الآن بعد أن تحدثوا بكلامات كبيرة أمام الآخرين حتى لو أرادوا تجربة الفاكهة التي تكلف مبلغا ضخما من المال لم يتمكنوا إلا من وضع وجه جدي وقدم أثنانهم ابتلاعها بالكامل كان يسري غاضبا جدا أنه أراد أن يصفع فمه لأنهم تهور جدا في التحدث اللعنة الآن لم يكن هناك أي طريقة يمكنهم من خلالها تناول قدمة واحدة من البطيخ لذلك أصبح راغب ويسري أكثر تعاسم مع فارس على الجانب الآخر في مستشفى الرواب الشعبي مرت عدة سيارات عسكرية ربعية الدفع متجهة نحو المستشفى دخلت مجموعة من الأشخاص يرتدون الزيال عسكري إلى المستشفى وتوجهوا إلى الغرفة التي كانت التي كان يكيم فيها إهم سأل القائد بالقلق وفي لحظة أحمرت عينيه عندما رأى كل الإصابات التي اتعرض لها إهم إهم ماذا حدث لك كان هذا الرجل تمتع بسلطة حقيقة في الجيش في جيش العاصم عمرت وكان المدرب العسكري الرئيسي فراسة الهاشم وبالمقارنة لم يكن إهم مثل هذه السمعة في الجيش وإلا لما ظل إهم نائب المدرب العسكري الرئيسي بينما أصبح فراسة المدرب العسكري الرئيسي قال إهم وهذا رأسه يبتسم الجنرال فراس أنت هنا أنا أبو خير أنا مصفقة ولكن ما زلت على قيد الحياة قد لأتمكن من العودة إلى الجيش العامل من الآن فصاعدا كان هناك حزن في المحارب المخضر ما الذي تجاوز زروته بعد كل شيء كان إهم يتقدم في السن والآن بعد أن تعرض لإصابات أخيرة خطيرة من الصعب عليه أن يتعافى تماما حتى بعد خروجه من المستشفى ربما كانت مسيرته كفنن عسكري على وشك الانتهاء تنحت فراس إهم لا يمكنني الاستغناء عنك إذا لم تعود فمن سيتخذ القرار ومنسو أعلم هؤلاء الشباب كما تعلمون عرق من أنني مدرب فنون الدفاع عن النفس إلا أنني لا أعرف فنون الدفاع عن النفس لا أستطيع الاستغناء عنك عندما يتعلق الأمر بتدريب كوات النغبة لفنون القتال حولت عيون فراس إلى اللون الأحمر كان حزينا بسبب فوق دين ساقه اليمنى ابتسمع إيه مواساه يا صديقي اهدأ منذ أن قررت التقاعد فكرت في من يجب أن يكون خليفتي إذا تولى منصبي فنقوة النغبة لكل الفنون القتالية في الجيشة في جيش العاصمة عمرت ستصبح أفضل في أرض نار العزمة كان فراس في دهشة ثم سأل بعمق من هو يطبع الفصل سبعمائة وثلاثين اجتماع سري في مدينة الرابي ساد الصمت في غرفة المستشفى كان صوت فراس المهيب هو الصوت الوحيد الذي تردد في الغرفة بعد صمت طويل تحدث إيهم أخيرا بعمق قال إيهم وصد صوته في الغرفة اسمه فارس يامن إنه قائد العاصمة عمرت قلب التولات في بحيرة فكتوريا وقتل بهير في مطعم المأكلات الشهية عرض مهاراته الرائعة عندما واجه أعلى تلميذ لحاكم السيف مفيد ببساطة استخدم جسده ضد مفيد وهزم تقنية سيف المعلم كيلاني بقبضاته يعرفه الناس باسم السيد شداد صمت مميد طويل بينما كان إيهم يروي أفعالة فارس ساد الصمت في غرفة المستشفى كلما تبقى هو نظرة الصدمة على وجه فراس وهو يرتجف سأل فراس بعد بضع ثواني قائد العاصمة عمرت هل انتصر على تقنية سيف المعلم كيلاني بدون أسلحة؟ هل هل هذا السيد شداد حقا بهذه القوة؟ أو ما أعيهم بكوة وأجاب كنت هناك الأشهد كلتا المعركتين اكتسب تلك المهارات من خلال القتالة الحقيقي من خلال تجربتي سيكون واحدا من أفضل فنانين القتالين في أردنار العزمة في المستقبل إذا استنعنا إقناعه بالانضمام إلى الجيش إلى جيش العاصمة عمرت سيكون شرفنا من يعلم خلال خمسين عاما قد يكون المرشح القادم ليكون حاكم الحرب عاصم يامن ماذا؟ صدمة فراس على الفور من التقدير العالي الذي كان أهم يحمله للسيد شداد فضح عينيه بسرعة وكان تسونامي غمر قلبه إن حاكم الحرب عاصم كان أسطور عسكرية وأهم ركيزة في البلاد سيكون حظ فراس وشرفا كبيرا اكتشاف مواهب الفنون القتالية مثل تلك حتى القادة الذين يمتلكون خبرة طويلة مثل فراس لا يمكن أن يبقوا غير مبالين اتجاه الاحتمال ثم قال فراس بعمق حسنا أهم أصيق بك اخبرني بكل ما تعرفه عنه الآن سأتخذ الترتيبات لرؤيته ستكون قوات المسلحة العاصمة عمرت أول من يحصل على حاكم الحرب المستقبلي على جانبه في الأيام السابقة أصبح جيش الشهابي أفضل الكوات المسلحة في أردن العظمى بسبب عاصم عرغم أنهم كانوا جيش العاصمة إلا أنهم لم يستطيعوا المقارنة بكوات الشهابية كان قائد كوات الشهابية هو الذي اكتشف مواهب عاصم وشجعه سيعدى عاصم على كذب أكبر اخترام وأصبح القائد الأهم بين الأربعة إذا كان لجيش العاصمة عمرت نفس نوع الموهبة فإن تأثيرهم يمكنه أن يرتفع مع المد والجزر أيضا بدلا من ذلك حز إهم رأسي لفراس وقال لا تكن عجولا وقد تحدثت معه من قبل ويبدو أنه لديه بعض العداء اتجاهنا إذا تصرفت بطريقة متهورة فمن المحتمل أن يرفض سأل فراس بفضول إذن ماذا تقترح واصل إهم لقد فكرت فيها الأمر وأقترح أن يستطلع أحد طلاب رأيه نظرا لأن هذه الطالبة هي ابنة عم السيد شداد فقد يكون الأمر أسهل سأجعلها تكتشف ما يعتقد السيد شداد حتى نتمكن من الاستعداد عندما نلتقي به شخصيا أو ما أفراس برأسه موافقا حسنا إهم أنت منطقي دعنا ننفس خطتك ثم نادى إهم على ديانة بما أن ديانة أصيبت بزرعة فقط فما زالت قادر على المشي بحرية سرعان ما وصلت إلى غرفة إهم سألت ديانة في دهشة عندما رأت فراس في الغرفة وحياته بسرعة الجنرال فراس ما الذي أتى بك إلى هنا كان فراس إحدى القادة السلاسة الأولى في القوات المسالحة في العاصمة عمرت حتى معلمها إهم عامله باحترام إذا لك كان على فتاة صغيرة مثلها أن تكون أكثر احتراما معه في العادة نادرا ما كانت ترى فراس قال فراس ويدحك ويبدو لطيفا للغاية يمكنك الاستغناء عن الرسميات بما أنك طالبة إهم يمكنك أن تناديني بالعم فراس ليست هناك حاجة لكونك رسميا للغاية عندما نكون خارج المعسكر لم يكن يبدو صارما كما كان في الجيش ترك دفء المدرب العسكري الرئيس ديانة متوترة طوال هذه السنوات فيها الجيش لم ترى فراس ودودا إلى هذا الحد من قبل بعد بضع الدرتشة السطحية قال فراس سمعت أن لديك ابن عم يدعى فرق فارس أليس كذلك؟ قال ديانة بدهشة لم يخطر ببالها أبدا أن حتى مدربها العسكري يعرف فارس واسددهشتها أهما ديانة برأسه وأجابت نعم والدته هي عمتي الكبرى أجاب فراس هل هي قريبة إلى هذا الحد؟ هذا يجعل الأمور أسهل قصيرا فقد سر على الفور لسماع مدى قرب ديانة وفارس فيها البداية كان قلك من أن يكونوا أقارب بعيدين لكنهما بدأ قريبين إلى حد ما وجدت ديانة فراس أكثر حيرة وسألت الرئيس فراس هل تريد رؤيته؟ أهما فراس برأسه أتابع لنكن واضحين نريد أن تضم ابن عمتك إلى جيشنا ويعمل معي لكن معلمك كان قلك من أن الأمر سيكون مفاجها للغاية إذا طرحنا الأمر بشكل مباشر لذلك نريدك أن تتحدثي معه وتسألينه عما إذا كان مهتما بخدمة الأمة والانضمام إلى الكوات المسلحة في العاصمة عمرت إذا كان مهتما فيمكننا الموافقة على أي شرط سمعت من معلمك أن فارس عبقري تحتك وطن حقا إلى موهبة مثله في المستقبل معه على رأس قوات الفنون القتالية الخاصة لن يكون لدينا أنا ومعلمك ما يدعو للقلق زهلت ديانة عندما عند سماعها شرح فراس زهرت مشاعر معقدة في ذهنها في قلبها شعرت بخيبة أمل لا يمكن تفسيرها أدركت ديانة أخيرا أن المدرب العسكر الرئيسي وعملها بحرارة فقط بسبب فائس حتى ديانة لم تلاحظ أبدا بشرف التعيين شخصيا من قبل المدربين عسكريين الرئيسيين ونائبهم منذ تلك اللحظة عرفت ديانة أن فارس قد تفوق عليها تماما في المكانة أراد أن يقود فارس القوات الخاصة اعتقدت ديانة أن فارس يصبح قائد فر كتصيدة تنينة الخاص بها وجدت ديانة الأمر ساخرا عندما فكرت في إمكانات أن تصبح مرافقة لفارس تذكرت ديانة كيف شعرت بالإهانة عندما اعتاد فارس كتابة رسائل حب لها والتقرب منها بعد فوات الأوان انتهى الأمر بتكبرها اتجاه فارس إلى أن تكون مجرد مصحة لم يخطر ببال ديانة أبدا أن الرجل الذي كانت تحتكر أكثر من أي شخص آخر في عائلة يامن سينتهي به الأمر إلى السير فوقها وهنا طبعا شباب كده نكون ايه وصلنا كده لنهاية الفصل لأنني عايزة طبعا ننام لأنه رايزة شغلة كمان 3-4 ساعات فيا مسائل أحبائي أهم حاجة بس لا تستطيع شكرا في القناة وتفعيل زر الجرس عشان سورك كل ما هو جديد وأحاول يا جماعة ضغطوا لايقات عشان ده بيساعدني على انتشار الفيديو تمام محدش ينسى يضغط لايك اضغطوا لايك بس عشان ينتشر الفيديو عشان يجيب لي مشاهدات أعلى إن كده الفيديو اللي فات دوت كده الدنيا في زي الزفت ايه خمسين مشاهدة ولا حاجة طبعا فيا يعني حاولوا زبطوني كده وسلام يا أساطير شكرا 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 شكرا